السلام عليكم ازايكم عاملين ايه معاعدنا النهاردة مع بطل جديد وحش جديد مدمر جدا من عائلة ريلمي وبالاخص كده من سلسلة الجي تي سلسلة الجي تي سلسلة جديدة كلمنا عنها كتير جدا وهي سلسلة من شركة ريلمي فعلا بتقدم حاجات وطفارات جامدة جدا دعونا نرحب بالريلمي جي تي نيو 2 عشان تبقى معايا في الصورة حاب اقولك ان الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 870 الموبايل ده بيجي ب12 جي جرام 256 زكرة داخلية كمان بطارية الموبايل ده بيكون 5000 ميلا امبير عندك هنا سرعة شحن 65 واط وضيف الى ذلك ان الموبايل بيجي بشاشة بمقاس 6200 بوصش دي وطبعا فل اتش دي بلاس واخيرا الموبايل ده بيجي بستيريو سبيكر ومع كل العتاد ده سعر الموبايل هو 420 دولار اي ما يوازي 6500 جنيه مصري طبعا الموبايل مش بينزل بالسعر ده ومش هتشوفه بالسعر ده الا في الاسواق العالمية مازال الموبايل بيقدم كما مقابل سعر هيلة وممتازة جدا مهما كان سعر الموبايل تصميم الموبايل شبيه اوي لسلسلة الجي تي المعروفة عندك هنا التصميم ده برضو مأخوز شوية من سلسلة الرينو سيفن الجديدة لكن عندك هنا الوان وتضارف الالوان رهيب جدا الموبايل هنا بيتدرج من لون الازرق الى الاصفر والاحمر والارانج الوان كتير وفعلا تدريكة الالوان هنا مختلفة وفعلا بتخطف العين مع مربع كاميرات البارس فيه هما الكاميرتين الكبار وعندك عدسة صغيرة في النص والدول فلاش ولو خدت بالك هو ده السيستم بتاع كل سلسلة الجي تي نفس الترتيب ده هتلاقي موجود في كل سلسلة الجي تي لكن فعلا اللون ده مميز جدا ومن اول ما تشوف الموبايل اللون هيقدر نوعه يختف عينك وتحس فعلا بجمال التصميم والالوان بتاع الموبايل ظهر الموبايل هنا بيكون من الازاز وعندك فريم الموبايل هنا بيكون من البلاستيك وعندك هنا ملمس كده مخارفش نوعا ما او ملمس خشن على زراية الباور عشان يديلو ملمس مختلف وزن الموبايل هنا بيكون متين جرام وسومك الموبايل بيكون تسعة ملي متر ودا يعتبر وزن مش خفيف ومش تقيل لكن سمك الموبايل يعني نوعا ما برضو في المتوسط كده مش تقيل ومش خفيف لكنه برضو الوزن والسمك ميلين شوية للتقل الموبايل هنا بيجي بمدخل 3.5 ميلي ودي حاجة كويسة جدا وممتازة جدا زي ما قلت لك برضو الموبايل هنا بيجي بستيريو سبيكر محترم جدا 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 ضيف إلى ذلك أن الموبايل الأسف هنا ما بيركبلوش كارت زاكرة خارجي عندك مكانين هنا لتركيب شريحتين لكن ما عندكش مكان لتركيب كارت زاكرة خارجي لما نتكلم عن حياتك قوي جدا في الموبايل ده هتلاقي أولها هي شاشة الموبايل الموبايل هنا زي ما قلت لك بيجيب شاشة بمقاس 6 و 16 بوصة الشاشة دي فول هيد بلاس شاشة اموليد 120 هرتز بسطوع الشاشة دي بيوصل لحوالي 1300 نيتس والخرافة هنا إن الشاشة دي بتدعم 600 هرتز تاتش سامبلينج ودي حاجة خرافية جدا عندك هنا طبعة حماية من الجيل الخامس وطبعا تصمير الشاشة بيكون الهول بانش اللي على الشمال فوق وحواف الشاشة بتكون صغيرة جدا شاشة ممتازة وخرافية جدا في الألوان وفي الرفريش ريت وفي الكواليتي في كل حاجة الشاشة فعلا رايعة جدا والتصميم بتاعها عجبني جدا وطبعا عندك هنا البصمة جاية تحت الشاشة وطبعا بصمة ريلمي سريعة جدا واعتمادية جدا 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 البصمات بتاعت ريلمي اللي بتكون تحت الشاشة بتكون سريعة وعمالية جدا ضيف إلى ذلك طبعا 120 هرتز اللي أولتراك عليها من شوية اللي هتخلي سلاسة الشاشة دي جميلة جدا في السكرول والتنقل والدخول والخروج وكل حاجة بتعملها في الموبايل وطبعا 600 هرتز تاتش سامبлинج دي حاجة خرافية جدا وهتنفعك في الألعاب جدا 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 ولما نتكلم على الألعاب هتلاقي أن الموبايل ده بيجي بمعالج بتاع موبايلات فلاكشيب سناب درجون 870 معالج 5G معالج حديث بيقدم أداء خرافي جدا موجودة على موبايلات فلاكشيب وهتلاقي أن الموبايل ده بيتخطل 700 ألف نقطة على مصد اختبار الأداء أنتوتو بنشمارك وده رقم خرافي وكبير جدا على موبايل بالسعر ده وببساطة شديدة هتلاقي تجربة الألعاب على الموبايل ده ممتازة وأكثر من ممتازة عندك هنا الموبايل هيدعم لك كل الألعاب على أعلى الإعدادات وعلى أعلى الجرافيكس الممكنة هتاخد أعلى فريم ريت وأعلى جرافيكس مع الموبايل ده وضيف إلى ذلك نظام التبريدي للريلمي مستخدمة في الموبايل ده ممتاز جدا وطبعا مش محتاجة أكلمك على وجهة ريلمي الثالثة والسريعة جدا والسهلة في الاستخدام جدا من أخاف وأفضل وجهات اللي ممكن تستخدمها على أي موبايل أندرويد إلى الآن وطبعا لما اتكلم على الكاميرات هتلاقي من الموبايل ده الكاميرا الأسية بتاعته هي 64 ميجا بيكسل وجاية بفتحة عدسة واحد وتمانية من عشرة والتانية طبعا هتكون تمانية ميجا بيكسل ألت نوايد وعندك اثنين ميجا بيكسل للمكرو أما عن الكاميرا السيلفي فهيكون 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة اثنين وخمسة من عشرة بالنسبة للكاميرات الخلفية فطبعا الموبايل هيقدر يصور لك فيديو لحد 4K أما عن الكاميرات الأمية للأسف أخره هيكون 1080 فقط ضيف إلى ذلك طبعا الموبايل هنا بيجي بموتور هابتك فيدباك محترم جدا 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 وهيخلي تجربتك مع الموبايل ده ممتازة وأما بالنسبة للمستشعرات فالموبايل ده بيجي بمستشعرات حقيقية عندك سنسور تقارب حقيقي فعلي موجود في الموبايل وكل السنسورات هنا موجودة فعليا موجودة فعلا حقيقية مش سوفت وير ولا الكلام ده واخر حاجة ممكن انكنا معنا هي البطارية وسرعة شحن عندك هنا بطارية 5000 ميلي أمبير مع سرعة شحن 65 وطبعا بطارية ممتازة وهتقدمك تجربة خرافية جدا مع وجهة ريلمي الرائعة واللي بتحفز على الطاقة بشكل ممتاز جدا سرعة شحن خرافية جدا والموبايل هيشحن معك من 0% في حوالي نصف ساعة في مية وعشرين وطب وحاجات من كده لكن 65 وطب ما زالت سرعة شحن خرافية جدا واخيرا زي ما قلت لك ان الموبايل ده سعره الرسمي نسخة الـ 12 رقم 950 زاكرية داخلية هو حوالي 420 دولار اي ما يوازي 6500 جنيه مصري سواء بقى الموبايل ده نزل مصر او منزلش مصر الموبايل ده هيظل موبايل ممتاز ورائع جدا ولو تعرف تشتريه من اي مكان برا هيكون موبايل خرافي جدا بالسعر اللي انت بتشتري ده اللي هو 420 دولار وبس كالكل عام في النهاردة ده كان موبايل ممتاز من موبايلات ريلمي الجديدة ما تشبع اللايك وسبسكرايب لتشوف دي جاي ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة